يوم جاء شهر شوال سنة خمسة وثلاثين للهجرة الناس تبي تطلع للحج اللي بره في مصر والشام يمشون من شهر شوال عشان يدركون الحج والكوفة والبصرة طلعوا الخوارج الى المدينة يريدون الان قتل عثمان بن عفان جاء عبدالله بن سبع اختار من مصر من الكوفة من البصرة ستمية شخص من كل بلد يعني من مصر ستمية من البصرة ستمية من الكوفة ستمية ووزع كل هؤلاء ستمية على اربعة فرق كل فرق مئة وخمسين شخص وبدأ يقسمهم على هذا الاساس لما وصلوا المدينة اغلب الناس في المدينة اطلعوا راحوا الحج كان باقي علي بن ابي طالب الزبير من كبار الصحابة طلحة رضي الله عنهم جميعا الحسن الحسين والمدينة شبه فضت وعثمان بن عفان يخرج للحج قبل الحج بايام بعشرة ايام بنحوه فلما اقبلوا على المدينة بدأ الان شوفوا المكر الخبث كيف يحاولون زرع الفتنة قال لهم تعالوا انتم يا اهل مصر اذهبوا الى علي بن ابي طالب وقولوا له ان عثمان ما يصلح للخلافة وان اخترناك علينا خليفة شوفوا الخبث هذو الاهل مصر اما انتم يا اهل الكوفة روحوا للزبير من العوام وقولوا ان عثمان ما يصلح خليفة واخترناك خليفة للمسلمين هو ذكي يبغى فيما لو اتفقوا على الخروج على علي بعدين يختارون في من يختارون عشان تبقى الفتنة ويبقى القتال اصلا واهل البصرة قال لهم روحوا لطلحة وقولوا اخترناك على عثمان وهو لا يصلح خليفة وانت اصلح خليفة لما جاء اهل مصر الى مصر الى علي قالوا يا علي ان عثمان لا يصلح خليفة لنا وان اخترناك خليفة على المسلمين نريد ان نبايعك فنظر اليهم علي علي كان يكلمهم قيل انه كان جالس وقال بعض المؤرخين اهل السير انه كان على فرسه قيل فنزم على الفرس قال اما والله ان هذا الجيش الذي جئتم به انه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجعوا لا صحبكم الله نفس الكلام قيل للزبير وقيل لطلحة وسبحان من الهمهم الذهب يقول فذكروا نفس الجملة كأن الله الهمهم فرد الزبير ورد طلحة قالوا اما والله ان هذا الجيش لملعون على لسان رسول الله عودوا وارجعوا لا صحبكم الله استغربوا رجعوا الثلاثة الثلاث فرق الى عبدالله بن سبا قالوا انت مخبول مجنون حن جينا الناس وكلهم طاروا فينا يقولون علي بن عثمان بن عفان هو الخليفة انت تقول كلام غير طيب خاف عبدالله بن سبا الخطة والترتيب خربت فقالوا اشتبون قالوا نرجع قال يلا مشينا فرجعوا فلما وصلوا الى منطقة بين المدينة مفترق يعني طرق لهم فاذا بثلاثة رجال شوفوا التخطيط بثلاثة رجال عبدالله بن سبا زور خطابات باسم عثمان بن عفان وختمها بختم عثمان قيل زوره وقيل سرقه وبعض الاهل السيارة يقولون فقد ختم عثمان بن عفان بعد تلك الحادثة فكتب كتاب من عثمان بن عفان الى والينا في مصر يصلك هؤلاء الثوار فاذا وصلوا اليك فقطع ايديهم وارجلهم وصلبهم من خلاف عثمان بن عفان وكتب هذا للكوفة وكتبها للبصرة وهذول اللي معهم الخطابات الثلاثة يمروا على الجيش يقولون لهم كذا لا احد يقربنا معنا خطابات سرية من عثمان بن عفان الى الوالي حقكم هذا يعقل هذا كتب التاريخ فقام الناس بطبيعة الحال فامسك كل اهل منطق اهل مصر اهل الكوفة البصرة فجردوا الشخص هذا وفتحوا الكتاب لما شافوا الخطاب مكتوب بقتلهم وهو زور مزور ثاروا من جديد بل ثاروا ثورة اشد من ثورتهم الاولى فارجعوا الى المدينة هالمرة راجعين بحماس وهوج وجهل وحنق شديد على عثمان بن عفان ودخلوا المدينة وهم يكبرون دخلوا في الليل يقول على ابن ابي طالب الله ما قام اهل المدينة تلك الليلة الا على صراخهم وتكبيرهم الله اكبر كأنهم منتصرون فدخلوا فاذا بهم يحيطون بالمسجد بمسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام ويحيطون ببيت عثمان بن عفان فاطلعوا الصحابة والناس واهل المدينة فاذا بهؤلاء الثوار يحيطون ببيت علي ابن ابي طالب عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه هنا الصحابة اجتمعوا وادخلوا على عثمان المغيرة بن شعبة وعبد الله بن مسعود وعلي بن ابي طالب والحسن والحسين وطلحة والزبير فدخلوا عليه وقالوا يا امير المؤمنين اننا نخيرك بين ثلاثة امور ثلاثة اشياء اما ان تلبس الاحرام وتطلع لانهم اذا شافوك محرم ما راح يقربونك بيقولون احتراما للاحرام واما ان تخرج الى الشام عند معاوية بن ابي سفيان لان عنده قوة فيحميك ونقاتلهم نحن واما تأمرنا الان بقتالهم نواجههم فرد عليهم عثمان بن عفان قال لا والله لا افعل ولا واحدة من تلك الثلاث ليش يا عثمان قال والله لو خرجت لهم محرما لقتلوني لانهم يروني انني من الظلال وهذا اللي حاصل يوم يا جماعة والله ما اشبه الليلة بالبارحة احد يدخل على واحد في مسجد يقتله نعوذ بالله من الفتنة احد يقدر بابن عمه واخوه بحجة انه يشتغل عسكري ولا في المباحث هذا عاقل هذا والدين هذا الهوج والجهل والضلال المبين والفتنة العظيمة التي تجعل العاقل حيران يقول والله لو لبست الاحرام وخرجت اليهم لقتلوني لانهم يرون انني من الظلال وعما ان اذهب الى معاوية والله ان اذهب الى معاوية حتى يقول عني بانني خوار خواف وكيف اترك جوار النبي صلى الله عليه وسلم وانا بها العمر عمر عثمان ذاك الوقت كم 82 سنة يقول كيف اترك المدينة واترك جوار النبي عليه الصلاة والسلام اما قتالهم فلا والله لا يراق دم امرئ مسلم بسبب عثمان لقد عاهدني رسول الله عهدا واني لموفيه اياه الى ان القاه على الحوض صابرا يذكره قصة ابو موسى الاشعر يروي رواية في الصحيح يقول جئت مرة ابحث عن النبي عليه الصلاة والسلام فما وجدته وقالولي تجده عند البئر عند بئر روما يقول فجئت فوجدت النبي البئر داخل مزرعة وباب المزرعة يقول يوم طليت ابو موسى للنبي جالس وقد ادلى يعني نزل رجليه عليه الصلاة والسلام وادخلهما في البئر يقول ابو موسى انا رأيت النبي مرتاح يعني بعيد عن الصجة فما اردت ان ازعجه ما وديه كدرة فوقفت عند باب المزرعة يقول عينته نفسي بوابا يقول من رأسي يعني قدحتها من رأسي وقلت انا اصير حارس يقول فوقفت عند الباب قلت والله لا يدخلن احد على النبي ابدا مداما مرتاح خله وهذه لفتها جميلة اذا شفت فوق زوجتك او المرأة رأت زوجها انسان تحبه في لحظة من اللحظات عندها ما يسليه ما لم يشغل باله فلا تكن سبب في جلب الهموم والازعاج عليه يقول ابو موسى فوقفت عند الباب يقول فداء جاء ابو بكر يوم جاء بيدخل يقول منعته ممنوع وين قال ابغى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل حتى تستأذن قال له ابو بكر من لي حطك من العينك قال انا والله جيت ووقفت ممنوع قال طيب استأذن لي من رسول الله ودخل قال يا رسول الله السلام عليكم عليكم السلام قال ابو بكر يستأذنك قال من وضعك انت على الباب انت من لي قال لك عرض قال رأيتك في راحة فوضعت نفسي قال حسنا فعلت من عند الباب قال ابو بكر عند الباب اه أذن له قال اذن له بالدخول وبشره بالجنة وطلع قال يا ابو بكر الرسول يأذن لك بالدخول ويبشرك بالجنة يقول فدخل ابو بكر وجلس على يمين النبي عليه الصلاة والسلام على البير على حافة البير يقول نزل رجله مع النبي صلى الله عليه وسلم يقوله شوية لجاي عمر يقول وانا اهاب عمر عمر قوي يقول فلما رأيتها قلت لي عمر ما عليش انا عينني الرسول صلى الله وممنوع الدخول قال استأذن لي من رسول الله فدخل قال يا رسول الله ان عمر يستأذنك قال ائذن لي عمر بالدخول وبشره بالجنة يقول فأئذن له بالدخول وجاء يقول ابو موسى تمنيت ان اخي يأتي يقول الرسول جالس يبشر بالجنة يا ليه تخون يجي عشان يبشر بالجنة يقول فمكثت مليا شوي قال لا عثمان بن عفان جاي يقول فاستأذنني فذهبت فاستأذنت له رسول الله ثم سكت الرسول مليا قلت يا رسول الله ان عثمان يستأذنك يقول سكت الرسول قال ائذن لي عثمان وبشره بالجنة على بلوى تصيبه يدخل بها الجنة ما قالها للعثمان يقول فخرجت إلى عثمان فقلت له ما قال النبي يبشرك بالجنة على بلوى تصيبك قال فقال عثمان الله المستعان الله المستعان حسبي الله ونعم الوكيد ادخل عثمان اجلس في مقابل ابو بكر عمر النبي صلى الله عليه وسلم ونكمل بعد الاذان ان شاء الله تعالى حاول الصحابة رضي الله عنهم مع عثمان ورفض ولعل عثمان الاحاديث التي قالها النبي له جعلته يمنع ان يتدخل احد فقال له علي ماذا نفعل قال انما قلت لكم لا يتدخل ان احد حسبي الله ونعم الوكيد التفت علي ابن ابي طالب القبلة قال اللهم اشهد اننا بذلنا ما في وسعنا وبذلنا جهدنا وهذا ما امرنا به خليفتنا اميرنا هنا اول عشرين يوم الحصار يشتد على بيت عثمان والثائرين في بداية ذي الحجة عندما اقترب موسم الحج بدأوا يحاصرون على بيت عثمان اكثر فمنعوه الماء تخيلوا عثمان ممنوع شرب ماء ومنعوه الطعام فقال اسألكم بالله استحلفكم بالله ادخلوا علي ماء وادخلوا عليه ماء نت يقول علي رأيت الماء الذي ذهبوا به والله لا تشربه بهائمنا فبكى رضي الله عنه قال احفر لكم بئر روما ويبشرني رسول الله ببئر مثله في الجنة وترسلوا الي بئر او ماء ثم اتوا له بماء مالح من باء المحر فأدخلوه عليه رضي الله عنه وارضاه وبدأوا يشددون الحصار حتى جاءت ام حبيبة رضي الله عنها واخفت قربة ماء على بغلتها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وعن امهات المين اجمعين وحطتها تحت البغلة تحت الشداد واخفت القربة وجاءت تريد الدخول على عثمان فنظروا اليها فقطعوا خطام بغلتها فسقطت رضي الله عنها وغضب علي بن ابي طالب قال اسقطتم امكم اسقطتم زوجة رسول الله اين عقولكم شوفوا لما يغلب الجهل والهواء ينسى الانسان ابجديات دينا ام المؤمنين ام حبيبة تسقط من على البغلة لانها الهواء الجهل لانها قلة التوفيق وعدم المعرفة فغضب رضي الله عنه وارضاه وادخلوا الماء على عثمان بالعنوة يعني بالغصب فشرب رضي الله عنه وارضاه ثم بدأوا يحاصرونه اكثر واكثر علي بن ابي طالب وقف مجموعة من الشباب يحرسون الباب الحسن والحسين وعبدالله بن عمر وغيرهم هو رفض عثمان ان احد يقاتل لكن قال تبقوا على الباب فخرج عثمان يريد يصلي في المسجد تخيلوا خليفة المسلمين يا جماعة يمكن حنا الان نسولف على انها قصة حدثت يعني انا واياك تخيل ابوك ابوك يطلع في الشارع فيجد انسان يسبه او يشتمه عثمان بن عفان يمشي للمسجد ويطرع عليه واحد من هؤلاء قال عثمان والله لا اقتلنك يتوعد عثمان والله لا اضعن لحيتك في الارض والله لا امسحن بوجهك على ارضه لا هذا هذا كلام يقال لخليفة المسلمين يقال لرجل بشر بالجنة يقال لرجل من اصحاب محمد بن عبد الله عشان نعرف حجم جهل هؤلاء الى اليوم اللي جهلوا على عثمان وعلي ما يجهدون علينا ولا على رجال امننا ولا على امتنا هؤلاء جهلة تراهم هم هم يخرج من ضئضي هذا الرسول يخرج يقول يخرج من ضئضي هذا يعني من ظهره ولا نفس شاكلته ولا نفس فكرة اقوام تحقرون صلاتكم الى صلاتهم وتحقرون طاعاتكم الى طاعاتهم يقرؤون القرآن حافظين القرآن هم لكن لا يجاوزوا تراقيهم يقرؤون القرآن هم يحفظونه لكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لو معك السهم وتبي تصيد لك غزال ومن قوة السهم دخل في الغزال وطلع من غير ما يأخذ لا شعر ولا دم ولا لحم هم لما دخلوا في الاسلام او الدين او تستروا بالطاعات ترى ما لهم من الإيمان شيء هذا مو بكلامنا هذا كلام ما لا ينطق عن الهواء صلى الله عليه وسلم فاخوة عثمان بن عفان يتوعدونه ويهددونه دخل المنبر بعد ما تكلم الأهوج هذا وصعد على منبر رسول الله ومسك العصى العصى اللي على المنبر عصى من؟ عصى النبي صلى الله عليه وسلم وقام واحد منهم وسحب العصى من عثمان وكسرها على فخذه قالوا اسكت ولا تحدثنا بحديثك هذا يوم كسر العصى طلعت شضية قطعة من العصى ودخلت في رجله وأصيب بالفالج وقطعت رجله مات وما من أحد صاحب الفتنة بشره بالقتل ولو بعد حيب كل من شاركوا في قتل عثمان ما منهم من أحد إلا قتل أو ذبح أو سحل يعني سحب في سكك الشوارع والطرقات وإلا مات مجنونا خبلانا وهذه الفتنة التي مرت على المسلمين جعلتهم عاقلهم حيرانا اجتمع الناس ومنعوه قالوا نسوي حصار جديد نمنع عثمان يطلع يصلي بالمسلمين يوم جاء يطلع يصلي مرة ثانية منعوه ثم ما الذي حصل عثمان بدأ يشعر أن الموضوع طخم وكبير يا جماعة ليش عثمان ما أذن للصحابة بالتدخل يقول عبدالله بن عمر كنا جلوسا عند النبي ذات يوم جالسين عند الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يحدثنا النبي عن الفتن فمر علينا رجل مقنع متلثم يقول بعض العلماء كان وقت برد ألابس هالرجال بردته وحاط لثام على وجه من شدة البرد والرسول يتكلم مع الصحابة قال سيحدث لكم فتن لن ينجو منها أمر هالمتلطم هذا إلا صاحب هذا القناع أو الرجل المقنع ومن كان معه يقول عبدالله بن عمر فقمت أبغمسك الرجال أشوف منه فأدركته وهو على قناعه يعني متلثم قلت أهو هو يا رسول الله هذا قال نعم هو هو يقول فخلعت لثام فإذا به عثمان بن عفان قال لن ينجو أحد منها إلا هذا المقنع ومن كان معه تقول عائشة رضي الله عنها يروي الحديث أبو موسى عائشة دخلت على النبي عائشة تروي عن أبي موسى أو أبو موسى يروي عن عائشة أنها دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام فدخل علينا تقول عثمان اسمعوا للحديث مهم لأنه يعطيكم ليش عثمان رفض أن الصحابة يتدخلون في قتال هؤلاء قالت فدخل علينا عثمان وقال أدنوا مني يا عثمان قرب وابتعدي يا عائشة ارجعي شوي فدنا عثمان من الرسول فانكب عليه فأخذ النبي كلمة يعني كلمة في ذنه تقول فأرى في وجه عثمان يتغير والرسول يقول له أعقلت أفهمت أو عيت وهو يرجع يقول أعقلت يا رسول الله فهمت يا رسول الله تقول عائشة فهو يتنهد يعني يقول صدره له صوت ثم قال ادنوا مني يا عثمان تقول جلسي كلمة مرتم دانية قال عقلت أفهمت أو عيت قال نعم يا رسول الله حتى الثالثة قال فلما رفع الثالثة قال وعاه قلبي وسمعته أذني وتيقنه قلبي قال اصبر والموعد الجنة وش قال له ما يدرى يقول بعض المؤرخين وهل السير لعل النبي قال له سيأتيك الثوار واذا أرادوا قتالك فلا تقاتلهم وسيأتيك علي ومعاوية وغيرهم يطلبون قتالهم فلا تأذن ثم دخل ثم دخل ثم دخل الثوار قالوا يا عثمان إنا نطالبك بأن تعتزل ما نبغاك خليفة قال والله لا أنزع ثوبا سربل لإياه ربي وألبسني الله إياه ثوب الخلافة أنتم مجانين ثم حاصروه رضي الله وعنه في المسجد جاء بيطلع يصلي رفضوا فجلس تخيلوا هذا الآن أنه بيت عثمان وراء وحنا ما نشوف اللي وراء نسمع الصوت فجلس عثمان ينادي قال أفيكم أحد من أصحاب رسول الله المسجد كان في الصحاب وفي الثوار قالوا نعم نعم موجود فيه من الصحابة قال أفيكم علي قالوا نعم قال أفيكم الزبير قالوا نعم قال أفيكم طلحة قالوا نعم قال أتسمعين ني يا أم المؤمنين يا عائشة عائشة في حجرتها قالت نعم أسمعك يا أمير المؤمنين ثم قال رضي الله عنه أناشدكم الله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يوم أن دخلنا المدينة وبنا من العطش ما بنى فقال من يشتري بئر رومة وله الجنة وله مثل البئر فيها فاشتريته بحر مالي وفرح بذلك رسول الله قالوا اللهم إنا نشهد قال الحمد لله إذن كيف يمنعونني أن أشرب ماء ليرتوي به قال يا أصحاب رسول الله أناشدكم الله والإسلام هل تذكرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنني اشتريت بيت فلان بن فلان ووسعت المسجد النبوي مسجد رسول الله وبشرت ببيت في الجنة قالوا اللهم نعم اللهم إنا نشهد قال الحمد لله قال لهم ثم بعد ذلك أناشدكم الله والإسلام أما تذكرون يوم صعدت على الجبل أنا ورسول الله وأبو بكر وعمر فاهتز جبل أحد وقال النبي اهدأ أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدين قال اللهم نعم قال وهذا قبر نبيكم وهذا قبر الصديق وهذا قبر عمر الشهيد الأول وأنا الشهيد الثاني اللهم لك الحمد ثم ناداهم رضي الله عنه قال أسألكم بالله وأناشدكم بالله والإسلام أما تذكرون يوم قال رسول الله من يجهز جيش العسرة وهو يقف على منبر مسجده هذا فأتيته بثلاثمائة ناقة ثم بتسعمائة ناقة وجهزت جيش العسرة وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم قالوا اللهم إنا نشهد قال لما يمنعونني أن أصعد على منبري رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أين الزبير قال لبيك وسعديك يا أمير المؤمنين قال أسألك بالله هل سمعت رسول الله يوم قال كل منكم يأخذ بيد جليسه فأخذت بيد جليسي فكان رسول الله هو الذي عن يميني وقال عثمان جليسي في الدنيا وجليسي في الآخرة قال اللهم نعم اللهم نعم فقال الحمد لله ثم قال يا طلحة أسألك بالله أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول بأن عثمان شهيد قال اللهم نعم وقال الحمد لله شهدوا لي بالشهادة ثم قال يا عائشة يا أم المؤمنين أنشدك الله والإسلام أما تذكرين يوم دخلت علينا أنا ورسول الله وكانت رجله على رجلي أو رجله على فخذي وكان الوحي ينزل على رسول الله وهو يقول أكتب يا عثيم وأنا أكتب الوحي بيدي قالت اللهم إني أشهد اللهم إني أشهد فقال الحمد لله إذن كيف تقتلونني والله لو قتلوني هؤلاء فلا يتحابون بعد أبدا ووالله من قتلني سيموت مقتولا لا تسفكوا دمي لا تسفكوا دمي اللهم اشهد يا أصحاب رسول الله أني بريء مما قال هؤلاء وإني بريء حتى تلقوني على الصراط يدافع عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علي بن أبي طالب ائذن لنا بقتالهم قال أسألكم بالله لا تقاتلوهم وانصرفوا إلى بيوتكم وانصرف الناس إلى بيوتهم ثم أخذ أولئك الثوار يحاصرون علي يحاصرون عثمان رضي الله عنه فلما حاصروا واشتد الحصار تجمع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وجاءوا إليه وقالوا له يا عثمان إننا نريد قتالهم فأذن لنا قال والله لا أذن لكم فجاءه زيد وقال يا عثمان إن الأنصار قد لبسوا لباس الحرب وإنهم يقولون لقد كنا أنصارا لرسول الله فاجعلنا أنصارا لك اليوم نقاتل عنك ونذب عنك قال لا والله لا يراقد ممرئ مسلم بسبب عثمان فلما جاء يوم الخميس ليلة الجمعة بعد أيام التشريق السابع عشر من ذي الحجة تحرك جيش معاوية من الشام لكن هيهات هيهات تقول زوجته نائلة رضي الله عنها نام عثمان في مصلاها وقام وهو يتبسم ويضحك فقلت له من الذي يضحكك يا أمير المؤمنين قال يا نائلة إني نمت الآن فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقال جوعوك يا عثمان قلت نعم قال عطشوك يا عثمان قلت نعم قال حاصروك يا عثمان قلت نعم قال يا عثمان اصبر ألا تحب أن تفطر معي غدا في الجنة أنا وأبو بكر وعمر قال نعم يا رسول الله فقام رضي الله عنه وقال لزوجه إني صائم غدا فصام رضي الله عنه ذلك اليوم وأخذ المصحف والقرآن يتلو ويقرأ حتى وصل قول الله جل وعلا في سورة البقرة فسيكفيك هم الله ثم أحرقوا باب داره أحرقوا الدار المباركة وأحرقوا أطراف البيت فقامت زوجته وقالت يا عثمان ائذن لي أن أخرج إليهم وأن أخلع حجاب شعري لأن العرب كانت ذراءت المرأة أخرجت شعرها احترموها ووقروها فقال عثمان لا والله يا ابنة عمي لا يروا ظفيرة منك أبدا ثم دخلوا عليه فتقدم أشقاهم وضرب عثمان بالسيف على يده اليمنى ثم قطعت وقال عمر العثمان لا إله إلا الله والله أكبر اللهم أشهد اللهم أشهد أن يد عثمان التي قطعت كتبت وحي نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم إن يدي هذا هي أول من كتبت سورة قاف ثم تقدم عليه رجل آخر فضربه على رأسه بحديدة ثم سقط على وجهه وخرج الدم وتناثر على المصحف وأغلق المصحف وهو يقرأ قول الله فسيكفيكهم الله ثم قامت زوجته نائلة ودفعتهم عنه بيدها فقطعت أصابعها رضي الله عنها وارضها قالت فسقط عثمان وحمله المسلمون وصلوا عليه تلك الليلة ودفن في مقبرة ودفن في مقبرة البقيع وتقدم المصلون علي رضي الله عنه وقال اللهم أشهد أنني بذلت ما في وسعي وجهدي للدفاع عنه ولكنه أبى إلا أن يلقاك شهيدا مضرجا بدمه اللهم اشهد أن عثمان صبر كما أوصاه نبيك صلى الله عليه وسلم وكان يقول قبل موته رضي الله عنه اللهم يا ذا الجلال والإكرام اشهد أني صبرت كما أوصاني نبيك صلى الله عليه وسلم وأخذ علي رضي الله عنه يقرأ ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على السرر متقابلين نشهد الله جلت قدرته على محبة عثمان بن عفان وعلى محبة أبي بكر وعمر وعلي وعن سأل أصحاب النبي أجمعين وعن آل بيته وعنهم أجمعين وأمهات المؤمنين الطاهرات المطهرات رضي الله عنهم أجمعين ونشهد الله أن نبرأ من فعل أولئك الثوار الخوارج ومن على شاكلتهم إلى يومنا هذا ومن يتجنون على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر